السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعال 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 لانتون تابعين كيف حالكم يا شباب كيف صحتكم وعصلكم بخير اليوم طبعا قمنا أنا والأخ عصام وبرعاية من مؤسسة المذاق الشافي للعسل اليمني الأصلي بزيارة إلى أحد المناحل التي يمتلكها أو تمتلكها مؤسسة المذاق الشافي في اليمن وكما تشاهدون إن شاء الله بإذن الله نطلعكم على بعض المعلومات الهامة وأيضا المصور شوف هذه الأماكن التي فيها النحل والتي يقفون في أماكن رائعة وجميلة ومرعى وممتاز جميع أنواع السدر والسمر والمراعي والزهور كلها فبإذن الله نصور نحن وانتون وحابين أن أؤكد لكم على حاجة مهمة لا تشتري عسل إلا ممن ممن إيش تثق فيه صح أو لا صح أو لا اللي يبيع لك العسل الصافي بدون ما يخلط فيه السكر والذي يخاف الله هذا تثق فيه وتشتري منه أما واحد يبيعك من الشارع ولا واحد يتعامل معه ناس ما يتخاف الله ولا واحد يخلط ولا نحال يخلط هذا نصيحة لا تشتري نصيحة لوجه الله ومؤسسة المذاق الشافي بإذن الله ثقات وما يحتاج اعتمادهم على المراعي وعلى السدر وعلى الزهور ومجتهدين أكثر اجتهاد ومشهورين في السوق وعسلهم من أفضل العسل الموجود في السوق سواء اليمني أو الخليجي أو الأمريكي وإلى كل مكان فتعالوا بسم الله تعالوا بسم الله تعال تعال يا شوف ارفع لنا إطاء دلاء دلاء أيوة ما شاء الله تبارك الله هاتاتاتات شوفوا يا شباب شوفوا بلا عليكم ما شاء الله تبارك الله يا نحلاه ويا عسلاه هذا هو الصح شوفوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا سلام إن شاء الله بس ما يقرصنا يعني أنا مش خايف لكن خايفه تعال يا عصام تعال 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 امسك واحد تعال وريني أبل عليك ما شاء الله الآن شوف يتم تعبئة صح معا ما شاء الله تبارك الله شوف شوف يا ليله يا عسلاه ويا نهاراه ما شاء الله هنا المصداقية هنا الشفافية هنا الشيء الحلو هنا الأمانة والثقة التي يثق الزباين في هذا النحال وفي شغله هذا النظيف أخ عصام يشرح لنا إيش هذه الألواحة الصناعية وهذه اللي تخافي لا تخافي هذا المفطف المفرازة بعد ما يمسلي عسل تخطف المفرازة يتم المفرز يعني يعني النحلة مع ست عبس وتبني خلية من جديد هنا مستخرج عسل صغير وذلك المؤسسة لا تخافي كل الناس يوم الزباين فقط طريقة يواجه إله يسهلوا على النحل حالي الخلعية والنحل يأكيد يضع العسل مجرد أن يمكن هذا النحل يقطف المفرازة في نفس المفرازة ويتم إخراج العسل وعلى عادة قصة المفرازة لا نفس المفرازة والله يا أقوان لا تخافي لأزوحي منحل وأدخل بكل قومة وشفاعة وأتصور مع عشيقات اليمنيين مع النحل هذا الذي هو مصدر دخل لألاف اليمنيين الذين ينتجون العسل اليمني البلدي الأصلي من الأشجار سواء السدر أو السمر أو الزهور أو المراعي أو الصورب أو السلام من كل المناطق شوفوا بالله عليكم لوحة لوحة فنية جميلة رائعة تجسد الاهتمام بهذا المنتج القومي الذي هو العسل وإذا أكلت العسل البلدي فهنيئا صحة وشفاء للكبد للبطل للمعدل لكل شيء كما قال الله عز وجل يخرجوا في الآية فيه شفاء للناس سبحان الله شوفوا يا شباب شوفوا المصداقية هنا المصداقية والشفافية هنا يتعب النحالون والمؤسسة علشان يوصلوا العسل الأصلي إلى المتابعين وإلى الزبائن وإلى المشتريين في كل مكان حفظك الله يا حبيب فضلا طبعا لسه يا شباب ما خلصنا عندنا فيديوهات كثيرة بإذن الله في هذا اليوم سنمتعكم تغذية بصرية رائعة وجميلة تشوفوا وتمتعونها ناظريكم بهذا العسل تعال تعالي بلا قرر ما شاء الله تبارك الله شوف شوف النوم كما تروني أيها المتابعون أيها الشباب وأيها الحبايب عندنا هنا أكثر من ثلاثمائة من واب صح؟ يا الله فيديو آخر بإذن الله تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر